المطلوب من عندنا أنه نحسب المركبة الأفقية للقوة المن لبن C هذا يوجد بن يعني شو نقول البن؟ قلناه إن شاء الله نفس الهنج يعني من يجيب هنا هذا فات بار يجينا هنا الرابط مثلا بار ثاني أو ساقورت وهنا بن مثل المسمار اللي بيناعته في الحركة يعني فقط دوران يعني يسمح بالحركة الدائرية أوكي فيعني ما راح يقاوم لنا العزم يعني ليش يسمح لنا فقط الدوران ولكن الحركة قاومها بأي اتجاه حركة راح يقاومها في المنبر C DE هذا C DE يعني أكوفة بن هنا هذا المنبر C DE المطلوب الأدنى إنه نحسب شنو الرياكشن اللي موجودة هنا The 600N node is applied to the pin ومخلين هنا قوة مقدارها 600N حتى نحل راح نجي نرسم الرياكشن 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 فقط هذا السببورت وهذا السببورت نجي نشيله ونخلي مكان الرياكشن فنشوف شون راح نستفاد هذا هو هذا الشكل نجي الرسمة هذا 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 فريم هذا الفريم نجي للقوة العالية هذه 600N وبعد قوة 300N مائلة في نقطة F نشيل المساند هنا مسند هنا مسند ومن ثم جاء جاء فهذا نعمل جاء جاء وفرض نحن E X Ge E و نحن هنا ليس نفس هنا هذا هو الرياكشن رول فهذا قابل للحركة يختلف عن هذا هنا هذا هنج فما يخلي هنا يتحرك ولكن هنا شوفنا ماكو حركة هنا شنو موجود شوفنا موجود شوف هاي رولر هاي هاي رولر فإذا هاي رح تخلي الجسم هذا الفرايم ممكن أنه يتحرك إلى الأعلى أو إلى الأسفل فإذا الحركة إلى الأعلى وإلى الأسفل ما مقيدة وين التقييد فقط أنه ما يندفع بهذا الجانب فإذا الرياكشن وين؟ الرياكشن بهذا الاتجاه يعني شنو عمودي على الحركة وهذا الحركة فالرياكشن عمودي على الحركة رح يكون بهذا الاتجاه ففرضنا بهذا الشكل وسمينا الـ N-A إذن هذا الفريق بدي داعي قرام للجسم رح ناخذ سميشن موما تحول نقطة E سميشن موما تحول نقطة E حتى تتكنسل يعني الـ E-X الـ E-Y بعد ما رح تسوينا عزم ستكون صفر يعني مو مثلا ناخذ نقطة حول هاية وناخذ عزم حول هاي النقطة اللي هي D وإذا أخذنا حول هاي النقطة كلها رح تدخل يعني الـ E-X يدخل لنا بالعزم الـ E-Y يدخل لنا بالعزم الـ N-A يدخل لنا بالعزم ولكن أخذنا وين؟ حول نقطة E ليش؟ حتى هاي الكوة بعد ما رح تسوينا عزم يعني تمر بنقطة E من اللي رح يسوينا عزم؟ هو الـ 600 600 معلومة 500 معلومة من اللي ما معلوم؟ الـ N-A الـ N-A يسوينا عزم وما معلومة الـ N-A ليش؟ هاي الـ N-A رح تسوينا عزم نفرض نها بهذا الشكل نحو اليمين فمن دورها حول نقطة E رح تكون بهذا الشكل معناها موجبا Counter Clockwise فقلنا عن الـ N-A شي تزداد المسافة العمودية قلنا نرسم عمود يشوف على هاي القوة عمود للنقطة الى هاي العمود اللي هو 3 متى فإذاً N-A في الثقات بعد شنو عدنا؟ عندنا هاي الخثمية 300 من الدور حول نقطة E معنى كله قوائز فبالسالب اشقد المسافة شوف المسافة اشقد فالمسافة منها الى هنا هاي المسافة اللي عندنا شوف يعني هاي هي القوة نرسم عمود عليها هذا العمود من النقطة اللي نقطة E فهذا المسافة ثلاثة زائد واحد ونص فحطنا اربعة ونص بعدين لدينا هاي الستمية ايضا هيكون اعزم بهذا الشكل معنى هو بالسالب لان نقلوك وايز فهاي الستمية المسافة شوف نرسم عمود هذا من النقطة المن للقوة فهيا المسافة هي اربعة شوف هاي النقطة هي وهي هي القوة هاي اربعة يعني نفسها اربعة فاذا في اربعة المجهول الوحيد اللي هنا هو الان اي الان اي من المعادلة رح يطع لنا الفمائتين وخمسين نيوتن فستخرجنا الان اي رح ناخذ هذا الجزء من الفريم فقط هذا الجزء اللي هو دي بي اف دي بي اف دي بي اف ها هذا الجزء نجر اسمه شوف اسمناه شون الموجودة هنا ادنى هاي الخثمية هاي الخثمية وخلينا ماذا ندنى بهاي النقطة هاي النقطة بي ناقه الان اي نجر اسم نحن بي اكس بي واي فرضنها هاي النقطة بي أيضا بي اكس بي فرضنها بهذا الشكل ناخذ عزم حوال نقطة بي هاي النقطة ما اللي رح يدخل لنا بالعزم بي اكس بي اكس بي اكس ما سيساوينا هنا حوال اليمين ؟ يساوينا بهالشكل هذا العزم counterclockwise في المسافة منها الى هنا بواحد ونصف اذا بي اكس بواحد ونصف بعدين الغثمية هاي راح تولدنا عزم بهذا الشكل معناها clockwise غثمية في المسافة هاي المسافة واحد ونصف زاد واحد ونصف ثلاث يسال وصفر فقط المجهول هو بي اكس من حالها راح يطلعنا 600 متر حال البي اكس هسا ناخذ ال-ABC هذا ال-ABC سوف هذا APC نجح نرسم ال-ABC شلو اللي عدنا؟ يعني هذا هو أدنا أدنا هنا 600 نوتن نحو الأسفل نرسم قوى الموجودة أدها شوفوا هذا الجزء نقوم بتقريب إليها ثم 5 قوى الموجودة 5 و نقوم بتقريباو الموجودة فرضناها نحو اليمين ومقدارها الستمية فرضناها نحو اليمين ومقدارها الستمية وهي معناها موجبة موجبة معناها أنه الاتجاه الذي فرضناه صحيح فرضناها نحو اليمين فرضناها نحو اليمين ومقدارها الستمية وستمية بالموجبة معناها الفرضية مالتنا صحيحة وعسنا نريد أن نرسمها هنا يعني على هذا الجزء الثاني اللي هو هذا شو رح تكون أكسل اتجاه وهي هاي النقطة بي هاي النقطة بي شوف أكسل اتجاه ها هذا الشكل نفرضينا هنا بهذا الجزء فنفرضها هنا أكسل اتجاه يعني الرياكشن واحد على الثاني ونفس القيمة هي مقدارها بي أكس مقدارها الستمية طبعا لنفرض هنا طلعتنا بالسالب لو كانت هنا بالسالب البي أكس بالسالب يعني لنفرض نفرض أنه طلعتنا بالسالب طبعا شنو معناها؟ معناها الدي أكس بهذا الاتجاه بالحقيقة مزين؟ ومن نجي نرسمها هنا شو رح نرسمها؟ نرسمها بهذا الشكل نحو اليمين نرسمها بمجردنا بالسالب ولكن اللي اطلع عدنا هو بالموجب فإذاً فرض معلتنا صحيح مزين شنو بعد عدنا؟ عدنا البي واي هاي البي واي فرضناها هنا نحو الأسفل هنا فرضينا نشوف نحو الأعلى هنا نفرضها نحو الأسفل يعني فعل ورد فعل هنا اللي موجود عندنا بدنا C Cx و Cy طبعا فرضناهم نحو اليسار وهنا نحو الأسفل هاي القوة الستثمية هي طبعا وين؟ على الفرام قوة هاي الستثمية على الفرام نحن ما رح نجي نرسمها هنا هاي الستثمية هاي مع تلبي اكس اوكي حس لو ناخذ صميشن اف اكس يساوي السفر اش رح يضطينا الف ومتين شوف هذا خمسين نحو اليمين موجب ناقص الستثمية هاي الستمية نحو اليسار بالسالب ناقصا السي اكس فرضناها نحو اليسار تساوي السفر محلها يطلعنا السي اكس يساوي ستثمية وخمسين هذا الصحيح اتجاهنا صح وتساوي نهي ستمية وخمسين الوكتب سنستخرج السي واحد سوف ناخذ موقع حول نقطة B ناخذ موقع حول نقطة B ناخذ موقع نصف يتمر بنقطة B لا تولد عزم هذه أيضا تمر بنقطة B لا تولد عزم من اللي راح يولد عزم فقط Cx Cx في هاي المسافة اللي هي اثنين يعني C يعني C CY في هاي المسافة راح يساوي صفر فإذا CY تساوي صفر إذا فقط هي CY CY فيه اثنين تساوي صفر إذا CY تساوي صفر إذا CY معدن ريابشن نحو الأسفل إذا من ريابشن فقط هو Cx لو كان أدنى المضطوب أيضا البي واي شوف البي واي ما راح يساوي حسنين تستخرج البي واي البي واي حسن بما أنه هذا CY تساوي صفر استخرجناها ناخذ صميشن FY يساوي صفر من ناخذ صميشن FY يساوي صفر شوف البي واي واي kann يساوي صفر اشتركوا في القناة